اشتركوا في القناة تنزين الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وبا بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تدعى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفرضون فيه كفى به جهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما دري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا بذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكفرتم إن الله لا يحذي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبطونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسأقولون هذا إفت قدير ومن قبله كتاب موسى إباما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووطعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا ملعى شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي إني تمد إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتغنب عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أفرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستخيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فأقول بها هذا إلا ساطع الأولي أولئك الذين حق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على المنبار أذهبتوا طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاذ إذ أنتر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فادنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم مما مرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلوا وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلوا فلما رأوا عارضا من مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعدتهم به ريح فيها عذاب أليم تدمرهم لشيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجهدين ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أهلا عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفذتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلبنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لأنهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكرهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الدن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصدوا فلما قضي ولوا إلى قوم إنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ينزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يذيلوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبهم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يهدي بداعي الله ومن لا يهدي بداعي الله فليس من عجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على إن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبرهم العزم من الرسل ولا تستعدن لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بهار بلى فهل يخلق إلا القوم الفاسقون